السلام عليكم معكم ياسين الشان من الجالية المغربية المقيمة بألمانيا ومن الساكنة حي النجاح أو بالضبط القرب مسجد اليمن هذه المعلامة اللي نقدرون نسميها بأنها معلامة تاريخية ما شيء غير المسبح البلدي اللي هو معلامة تاريخية حتى مسجد اليمن معلامة تاريخية بزاف تاريخية سكنة كتعاني هذه المدة تعسنة من الإغلاق هذا المسجد هذا والمعاناة تاريخية لأنه ما كيسمعوش حتى الآدان والناس الكبار ما عندها شايفين أنه أقرب مسجد الي عندنا هنا هو المسجد المتواجب زي ميرمان أنه حتى الناس أنه ما كيقدوش شيء مثلا العجزة والناس للمراضين ما كيقدوش يتمشاو تلدك 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 البلاصة كنا نشده سلطات والناس للقلوب الرحيمة والناس اللي عندها غير على هذه المدينة هذه أنها توقف معها ساكنة حي نجاح باش إن شاء الله على الأقل فهذا العواشر هذه وفهذا شهر رمضان اللي هو الشهر الغفران وهذا أنه يتفتح الناي إن شاء الله هذا المسجد هذا كانوا قالوا بأن هذا المسجد هذا هذا يرمموه بأنه أيل للسقوط بغينا نحن تنعرف هو شيء هو أيل للسقوط مثلا وخبا ما ما يبقى ليش أيل للسقوط لا تشي حاجة واش هادي نريبوه ما ديش نصلحوه هادي نهدبوه بيت الله ولا شنو هادي نديرو بغينا غير سيجواب مقنع بغينا عدنا وزارة زعمال اللي اللي كتوقف على المساجد وكتسميته هذا أنا أتقدرت تتصفت نك النجد واتاية وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية أنا أتصفت واحد الميزاني لك لدي المسجد هذا يترمم وخاحنا يمكن شوفوه فين كين فين كين ها أنا الساكينة في حاجة ما سا لدي المسجد هذا وحتى أفجار رمضان كيفاش يديرو يسمعوا الأدان كيفاش يديرو يسمعوا الأدان يعرفوا وصلها على الأدان وكيفاش اللي بغي يصلي الفجر مثلا مثلا بفيه شنو يمشي يمشي جوش كولوميت بش يصلي الفجر ما يمكن شيء ونزيدك واحد لحاجة أنه أنه حتى أنه كيحتوي على واحد واحد الحديقة القادرة ونقول واحد واحد زردات ما أنه أوليت مرتع للمتشردين والمتسكعين والناس كتجيتم أوليت كتما عرفت شنو رقوا بهادي واحد واحد ساعد لما كانت لكن ما شفتي معايا الأخ كاريم أنه وكانوا حتى بعض الأطفال كينقزوه من ذاك الصور ما كينلا أساس لتأشي أنه وكينتش أطفال كينقزوه من الصور كيدخلوه لداخل أما ما تعرفوا مش كيديروه شنو كيديروه لداخل فهذاك الجاردة تم ما تعتع المسجد شنو كيديروه هاد هاد دراري هادو تم ما كينقزوه وحتى واحد ما دي يشوفهم على الأخقاش ماما همشي ولا الله ما كينش كينة واحد زاوية هنا يا واحد زاوية هنا يا فرسمي اه طاق تلاتين تقدرت هزتلاتين موصل الله يولا هادا وهنا يراك عارف هنا مش حالة عن الناس هنا الناس كتجي من حمط بوخة كتجي من سيني مانلور قرب سيني مانلور من حمط صحراوة من الكوماندار كيجوا الناس بشيصلوا في هاد المسجد هادا وهاد الحيكي ما كتجع فرقي عارف واحد كتافة سكانية اه اربع ساعة اربع ساعة ماشي اربع ساعة ماشي يا اخويا اخويا كريم انت اولا انايا من قدروا ولكن بالنسبة للمعواق ولا واحد الرجل عجوز ولا هادا ولا مرا يدرى ما هادي شي قدر يتمشى ديك اربع ساعة والفاجر ومثلا نوكي ما كتعرف الليل وكينبززف تاع الحواج انه اه اه وهاد المسجد زائد انه من اقدم المساجد في المدينة ارا هاد المسجد هادا ارا هاد تبدأ يمكن في الف وتسعمية وثنين وستين الف وتسعمية وثنين وستين اه اه نقدرون اعتبروه تاوما من معالم تاع المدينة نتمنى انه 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 تكون واحد لالتفاس على هاد المسجد هادا ويتفتح في وجه الموصلين وهذا ما كان وكنتشكره صوت العدلة لكلمة للأخ كريم على هاد الاصدافة وهاد الاتفاة طيبة